السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكونا الله وبيكونا وجعل الجنة ومثوكون كدرين أخوات بخير لبس عليكم تمنا تكونوا بصحة جيدة كما شفتوا في العنوان اليوم جيت نتكلم للفاجعة اللي وقعت العائلة ديال عدنان الله يصبرهم على الفراق دياله وتغمضه الله روحه بالرحمة وأسكنه فسيحة جناته صعيب الحال بزاف انا كنتشوف له احد الولد مازال صغير باريق عنده حتى 10 سنة يتعرض لهذا النوع من الوحشية الاغتصاب والخطف والاغتصاب والقتل يعني صعيبة بزاف بزاف على الام دياله ولا على الاب دياله خصوصا الام دياله الخصوصا ما اسمعناه انا فقدت النطق مؤخرا بسبب هالفاجعة اللي تراثيه هاد الجريمة الشنعاء ماشي انسان انا مع راسيك لسه نقول واشترها هالدرجة الانسان الانسان قلبه عادي من الرحمة تدري فشخ تاطفه وكانت بين الدري مسكن كانت تتحارك معه وكانت يطلبه بش يخليه بقاش فيه ولا وضره ديال الرحمة مش يدك الطفل وبش زادها قتله وكان عنده القلب انه يقتله ويقطعه ويدفنه وكأنه لا يشاء اي حدثين يغطع الجريمة وهكا انه ما زال يكمل حياته عادي ويكمل حياته عادي وما كانت شي حاجه وكانت يعطيني ضحيه اخرى يعني يكمل بحلقة كما احد المره الاولى وكانت اغتصاف اخر وكانت اغتصاف اخر وكانت اغتصاف اخر وكانت اغتصاف اخر صراحة راه بحل هذا الانوار اراض اعدام يعني الدولة خاصة تطبق الاعدام في هذه الحالة باش يكون عبرا الاخرين راه ماشي اول قصة راه قبل كانوا قصص بزيف لديك الطفلة الصغيرة اللي ما بقيتش عقل على مدينة ديالها كانت تختاطفات وطلقوها مغتصبة وميتة في واحد الجردة بزيف ديال اطفال اللي كانوا تختاطفوا وتختاطفوا وماتوا بزيف غير القصة ديال عدنين مسكين كانت وصلت بزيف للصحافة الالكترونية وكان عليها واحد البحث كبير اما بزيف القصة الكترة ولحد الان في كل دقيقة كانت تختاطف طفل صغير وكانت تختاطف ما فهمتش يعني انت القانون ديال البلد ديالنا ماهو الحل ديالتي نضرون حيوة المصطرة قانونية على الاختطاف والاغتصاب والقتل ويكون فيها الاعدام باش الانسان يخاف العائلة ديالو مغادي ترتاح او كان هاتو الشخص كمت توفى الابن ديالو من البارئ خاصة هاتو توفى باشنع الطرق خاصة هو القصاص ومؤخران كشوفوا شفت واحد المحامية قلت لهم سنحارب مصطلة القانونية للإعدام حتى ولو كان ابني هو الضحية بغيت نقول لي من هذا الفيديو هنا هو أنه كون ما كان الابن ديالك بارئ من العقلية المعاقة ديالك هذا العقلية المعاقة عندك عقلية معاقة كنت غنقول لك لعل وعسى يطاح وولدك في نفس هذا الشيء يطاح في عدنان أو من غير عدنان يتغطف ويتغتاصب ويتقتل ويتقطع ويتدفن بالقرب من المنزل ديالك ونتي ما جايباش الخبار في اللحظة اللي قد تكون انت محروق على الابن ديالك لا قدر الله وذلك الساعة نشوف شوات بقى عندك وجهة النظر كما كتقولي أنك تحارب الإعدام وما يكونش الإعدام في الدولة وما يكونش تطبيق الإعدام حتى صراحة بزاف كيكونوا بحالة الحقوقية اللي كدروا على الإعدام ما يكونش كنشوف معقله متخلفة على أن هذا الشيء ليس وصلنا لهذه المرحلة إحنا بزاف كنلقوا الجرائم للقتل ما شيء غير عدنان كلمة بزاف ماشي بالضبط غيكون قاصر ولكن كلمة بزاف أنا بعد مرة أقوله واش نيت احنا عايشين في هالدولة دي واش دولة مسلمة واش دونة المغرب اللي كانش حال هادي يعني ولينا كل مرة نحلو اليوتيوب ولا الموقع التواصل كنلقوا جاريم موقعات اختصاف ولا قتل ولا اختصاب ولا جرح مهم في الماكد القضاروري كل دقيقة ولا كل ساعة في المغرب كتوقع شي جاريمة صراحة كنظن أن الدولة ستحضر إعادة النظر في قوانين ديالها خصوصا في قضية تطبيق الإعدام لأنه من حق العائلة ديال عدنان أنها الطالب بالإعدام ديال الجاني على الأقل ما غاديش يبرد لها الغليل اللي كان في القلب ديال الأم ولا الأب ولكن على الأقل هاداك ما خاصوش يبقى في الحياة خاصو يتعدن بأبسع الطرق باش يكون عبرة عفوا للآخرين حيث بزاف الحدي الأنواز الاختطاف يعني كل مرها زموا اختطاف وقتل اختطاف وقتل اختطاف وقتل اختصاب وقتل بحل هاد المكبوت جنسيا ليستعمل طفل باش يبرر الغريزة دياله رسالتي لأي أم وأي أب من هاد الفيديو كنقول لك إلا كتسمعوني انتي تقدر تتحكمي باش ما توقعش لولدك بحلقة طريقة كيفاش غتصرفي مع ولدك وتبينيني باللي راه العالم راه ما زوينش العالم راه خيب راه الناس مشي كل شي زوينين من غير الأم ديالك والأب ديالك والإخوة ديالك راه كل شي خاصك تتاخذ منه أتنسيو متدري صغير من عامين من عامين الفوقي واللي يفهم الهضراء واللي يخضر كنعلمه باللي اي غريب تحك معنا ما نبعده عليه اي غريب اعطانا شي حاجة وقال لنا يا الله ما نمشوش معاه راه يعني كاين بزاف ديال الندوات التربية اللي كتعلم الطافل انا كيف التعامل مع غريب خاصكي على الأقل تبحتي على ذلك شو تقلب يعلي لانت لالأب ولا الام باش قدر تعلمي لولدك ذلك شي اول حاجة علمي لولدك التربية الجنسية في المنزل كيفاش يتصرف الي شواحد جاي تحرش به كيفاش يتصرف الي شواحد حاول يقاديه ولا كي خلعو يبعد عليه انا كنت طلب الله سبحانه وتعالى ان هذه المسطرة تطبق في المغرب ويكون عندها تنفيد اي عائلة فقدت عزيز ديالها اما الطفل اما شخص في قتل جريمة قتل اي شي اتشفى ياخذوا قصص ديالهم ويتشفى ولو شوية ملغى للي كيكون في القلب ديالهم لانه صعيب انك تشوفي ولدك ولا بنتك ولا اخوك اتشفى لي احد جريمة قتل وهذاك الجاني تخل الحبس تخل الحبس ومن بعد اعطاه المؤباد من بعد شوية كيتنقص ليه وعايش باخير وواكل شارب ومزيان ومناقص هاتش حاجة وانتي تحرقتي ولدتي وكبرتي وصهرتي الليالي ومردتي على واحد الطفل في الاخر يجي واحد ياخدها لك في رمشة عين ياخدها لك ويختلها لك وفي الاخر لم تتلقي القانون والعدالة في الصف ديالك مغير انه شدوم وقبضه وتحطه في الحبس يياكل واشرب تماما وهو وطره حتى يجي العفو والمالاكي ويخرج راتاب وقع في الحال واندم بصراحة صعيدة ازاف مايني الكلمة تقامع غادي وصفوا قاعدك شي كتحسس به في القلب ديالك من جهة الطفل هذا مسكير باش تسمع طريقة باش مات بأبشع الطرق ياخدوا في الحق في اللي كان سباب في هاد المجرمين يا ربي يا اما واحد يا اما جوج يا اما اتلعتها على الله وعسى يا ربي يمسوك المجرمين كامل اللي كانوا السباب في هاد الفاجعة اللي وقعت لها الطفل هادا واي طفل اخر واي عائلات تم اختطاف الابن ديالها ولا مختاف يا ربي ان شاء الله يلقاهوا بخير ولا خير نصيحة الاولياء لأم والأم والأب حاولوا توصلوا الفكرة لولادكم الصغر ان اي شخص غريب هدر معكم يبعدوا عليها حاولوا تعرفوا كيف يتواصلوا مع اولادكم وتبينيوهم بللي ماشي اي واحد كان يضحكم عفز النقرة قريب لنا ولا كيف يبغين لنا الخير يعني فيقوهم شوي من عماني ونص كي يكون تدريسة في كي يستكشفوا وعارف كيف يهدر وعارف الحاجة الخيبة وعارف الحاجة اللي يزوينا حاولوا تعلموا اولادكم حتى تشوفوا طفل عدنان كان كما كيف يبان في الفيديو نحن سوف يبعدوا معاوه الشخص المجرم بطريقة يباري يضحك عادي يعني سوف يبعدوا معه على راحته ودخل معه بينا والله اعلى معه على راحته يعني الطفل ما عارفش يعني الطفل ما عارفش هذا الشخص يبفيقكم تنتم مع الاقل الدولة مديرش قانون اللي غيقدر يخلع بنادم باش ما يبقاش يدير بحل هذه الجريمة على الاقل انتم اخذوا احتياطات ديالكم على الاقل تخذوا اتماعين في المية هذه الاحتياطات انا كي بنتك وولدك تعلمي وتبيني له الحوج اللي كان يخايبين وحوج اللي كان يزوينين وتعلميه باللي شكون الناس اللي يقرأ باللي عنده الحق انه يقيصوا ولا يضحكوا معاه ولا يمشي معهم والناس اللي ما عنده مش الحق انه يمشي معهم وياخذ الادن في اي حاجة يعني انتم مسؤولين دولدين يكونوا مسؤولين نسبة 80% على الاطفال ديالهم انتي اول حاجة تكون مسؤولة على الابن ديالك كيف يخرج فيه ومشى معه ما يمشى اه اواا شكون هاد السحاب ولكي يقلس معهم شكون يبالك كين يضرب مع شوح غريب غتوصي انه هو خاء كيف ما يلغى يكون هاد الغريب خاء كيبالك انت الله عن عمر هادار تباعدي عليه ولدك القيام علي البنت ديالك قادتك بينا لقل تعرف الام ديالج والاب ديالج والاخوة ديالجالها صافي لان هاد الوقت ادراولاتك تخلع علينا تخاف علي اولاد ديالجالنا لعله وعسا هاد الاحتياطات يخذ الأمهات والأباء يقدروا ينقصوا شوية من هذه الحالات اللي يولينا كسم هذه الاختطاف لكم في القصاص حياة وعدل الطفل البارئ عدنان تم اختطافه واغتصابه وقتله أقصى عقوبة تنتظر الجاني هو الحكم عليه بالمؤبد ثم المحدد هذا الحكم ليس عادلا بل هو ظلم الآخر سيقع على أسرة عدنان وعلى المجتمع العدل الحقيقي يكون بسلب حياة من سلب حياة أخرى الأمر من هذا كله أن يأتي العفو بعدها ما ستنسى الجريمة العفو الذي سيكون بطعم اختطاف الطفل عدنان واغتصابه وقتله مرة أخرى سأل الله أن يتغمد روح عدنان بالرحمة وأن يكون طيرا من طيور الجنة وأن يرزق أهله الصب اشتركوا في القناة